أكد السفير التركي لدى البلاد مراد تامير مساندة بلاده لجهود الكويت في حل الأزمة الخليجية وقال تامير في الذكرى سنوية الأولى لمحاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة فيتو إن الكويت أثبتت بأنه رغم جغرافيتها الصغيرة فإنها تمتلك قلبا كبيرا يتسع للعالم يجمع وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغاني يكن الحب لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ويرغب بتبادل وجهة النظر مع سموه وحول الأزمة الخليجية تمنى تامير استمرار منظومة مجلس التعاون رغم كافة الظروف وقال إن القاعدة العسكرية التركية في قطر ليست موجهة ضد أحد وإن طلب إغلاقها فسيتم ذلك وأكد السفير التركي مساندة بلاده لجهود الكويت في حل الأزمة الخليجية مشددا على أن تركيا ليست طرفا في الأزمة وتساند الحق والمساواة وتقف إلى جانب القانون الدولية تركيا تساند جهود الكويت في حل الأزمة الخليجية وبلادنا ليست طرفا في الأزمة وأتمنى استمرار منظومة مجلس التعاون الخليجي رغم كافة الظروف وأي مشكلة تظهر في أي دولة خليجية ستؤثر على تركيا لأن مجلس التعاون بدوله كافة له علاقات استراتيجية مع بلادنا هذه الأزمة لا بد أن تحل داخل مجلس التعاون فقط وبالنسبة لزيارة الرئيس أردوغان إلى الكويت وعدد من الدول الأخرى فإنه لم يتم تحديد موعد لها بعد والرئيس أردوغان يحب الشيخ صباح ويرغب بتبادل وجهات النظر مع سموه وأثبتت الكويت بأنه رغم جغرافيتها الصغيرة فإنها تمتلك قلبا كبيرا يتسع للعالم أجمع القاعدة العسكرية التركية في قطر ليست موجهة ضد أحد وإذا قالت قطر شكرا لا نريد القاعدة سوف نغلقها هدفت منظمة جولين إلى إقامة جامعة في الكويت وعند عدم موافقة الكويت فتحوا مركزا للغات وتقاسمنا المعلومات مع الجانب الكويتي حولهم وبعد العملية الإنقلابية الفاشلة تم إغلاق المركز وترحيلهم ترجمة نانسي قنقر